بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ولاه مرحبا بكم في قناة رجيم بدون تكاليف رجيم بدون حرمان شرب أفريق صحية مئة بالمئة دجاج محمر بطريقة واش نقول لكم وحد البنة هاديك طبقة الفقانية وطريم الداخل وتحتو أرز على حبة بملعقة واحدة من الزيت كذلك حذرت بكبوكة نعم بكبوكة يعني دوارة الكرشة تعال الخروف بطريقة صحية مئة بالمئة ان شاء الله تشوفوا الفيديو باش تتعرفوا على الطريقة بسحق بالماء تخرجوا ان شاء الله نتمنى انكم تشاركوا في القناة وتدعموها بلايك وتعليق يطلع المورال وكذلك المشاركة في جروب الفيسبوك رجيم بدون تكاليف مع مريوما باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله نبدأ بالوصفات على بركة الله نبدأ بالدوارة الكرشة لخطر هي اللي تاخذ وقت طويلة اخذيت الكرشة ديالي طبعا را هي مغسولة مليخ ونقيت لها الشحم باش نطيبها بطريقة صحية لازم نغليها غلية اولا المهم لبنات على بالي بلاي راح يدخل هذك تعليق تعمى تقشروش الكرشيتو كل منطقة وطيابتها حمذا بكم كما راني نحترمكم تحتارموني على خطر بزاف شفت فيديوهات اللي جي طيب الدوارة وهي ما قشرتهاش يموظوا الناس اللي يقشروها يهضروا عليها كما احنا نحترموكم انتوما كذلك لازم تحتارمو هذو عادات وتقاليد تزاير فيها 48 ولاية وداخل الولاية في حد ذاتها ما بين شرقها وغربها يختلفوا العادات والتقاليد ماذا بكم الاحترام احنا في جهتنا ما نقشروش الكرشة نغسلوها فقط مليح بوم باش نطيبها بطريقة صحية خذيت هذيك الكرشة حطيتها داخل الكوكوت درت عليها ملح ثلث الأكحل وكوركم رند ثوم وحبها بصل قطعتها فقط على 4 من بعد راح نمرقوهم هكذا يا بارد على بارد ونحطها فوق النار تاخذ غليا يعني ما راحش نطيبها وانما نغليها ونرمي هذك الملول على خطر هذك الملول أنه ينبغي جدا الريحة القوية على الدوارة كي الناس اللي يحبوها أنا شخصيا تقلقني كتكون فيها بزّات الريحة وحتى أخرى العائلة لازم نرمي هذك الملول وكذلك من النحية الصحية باش إذا كشم فيها ليدن زيادة تطلقوا في هذك الملول بالنسبة لأخوات اللي سكسوني على الكوكوت هي من الإينوكس الصحي في 1810 خلصتها مليون ومئة وهي قدرة كسكيس أو كوكوت وعندها هذا البوتان تصريف البخار غلية هذه الكرشة صفيتها ورح نستعمل نفس الكسرونة ندير فيها مباشرة بدون زيت كمية من البصل اللي قطعت ورقيقة ونزيد عليه سنينات من الثوم إذا كانتوا ما تطيبوها بطريقة أخرى اللي راني نقول أنا بلي هذه طريقة صحية يعني ما عند عندكم شو الحق تقارنوا زدت لها القليل من الملح وشوية ماء ونحطها فوق نار هادية راكو تشوفو ما درتش تماما الزيت في هذا الوصفة غبل البصل واطلق المديالو نزيد عليه طماطم اللي خدمتها في المنزل والوصفة تلقوها في القناة في مكان طماطم المصبارة وكذلك طماطم طازجة اللي ارحيتها بالنسبة للتوابل نستعمل الفلفل أسود كذلك بالنسبة للتوابل نتمنى انه ما يكون ش نقاش كل واحد يدير الشي اللي موالفوه ندير كذلك كوركم على خطر الكوركم فيه بزاف فوائد بكري ما كناش نعرفوله در كاران نستعمله في كل شي وندير الكروية طبعا في بعض المناطق يديرو الكمون انا الدوارة نحبها بالكروية لكن انا هدروا ونعاودوا راني من اللي بديت ونقول عندكم الحرية على حساب الشي اللي تربيتي عليه فلفل أحمر كذلك ونعاود نرد كل شي على نار هادية شوفوا بعد ما ذبلي هذك طماطيش بعد ما تشربت كل النكهات راح نتحصل على واحد صلصة ثقيلة ثقيلة ما شاء الله صحية مئة بالمئة هذك الدوارة بعد ما بردت شوية قطعتها وكما راكو تشوفوا مراهيش طايبة كما قلت لكم فقط غليتها نحطها فوق هذك التقلية ونخلط مليح باش يتجانسوا هذوك المكونات داخلها طبعا اللي يحب يزيد الحار راح نزيد كذلك ورقة من الرندة والزعيترة ونمرقها كاية اعلى طرف ونكثر الشلمة نحطها على نار متوسطة ونخليها الطيب بعقنها نبدو ذلك الطبق الثاني عندي اطراف من الدجاج اللي نحيت لهم كل الجلدة حطيتهم مباشرة في هذه المولانة على خطر يدخل الفرن في نفس الوقت نقدر عفوا نطيب به فوق النار حطيت ملعقة واحدة من الزيت شوية من القرفة وشوية من الفلفل الاسود فقط ما نديرش الملح في هذه المرحلة على خطر يخرجلوا للجاج الماء اللي يدخلوا من بعد يجيكم ناشف نحطوا فوق نار هادية ونبقى نقلب فيه كما راح نزيد عليه حبة من البصل اللي تكون مقطعة ارقيق ونكرفج له سنينات من الثوم نبقى نقلب فيه كما راح كتشوفو حتى نظر كما زل ما درتلوش الملح حتى ننشوف باللي هاداك الدجاج اطلق المديالو شوية والبصل كذلك الثوم كذلك وباش نزيد له الملح كذلك في هادا المرحلة رايح نزيد له مجموعة من التوابل هنا يادرت فلفل اسود كوركم وكمون كامل حب نخلطهم هكذا يا مليح مليحة وطبعا اذا عندك توابل خاصة بالدجاج تقدري تستعمليهم مباشرة عندي كذلك حبة من الجزر مقطعة ونحاول اني انمشي كامل هذوك التوابل على كل القطع بهذا الطريقة كما راكو تشوفو منظر كديجا هذك الجاج راه يشهي وباين باللي هذ التوابل رايحين يدخلو له مليح على خطر رانا نطيبو فيه بهدوء راح نزيدو كذلك ورقات من الرند والمرق هكا على جنبي ما نفرغش فوق الجاج باش ما نغسلوش بالنسبة لكمية الماء انا رايح ندير ارطل من الاروز الماء ندير صفي لترا ونصف يعني ثلث اضعاف كيلة روز بثلاثة كيلات ما يكفوني ما تنسوش باللي كيلة نحتاجها باش يطيب فيها الجاج قيس ما الجاج يطيب ويتبخر لي شوية من الماء اللي يبقى لي قيس ما يطيب لي الروز تماما نغطي هذركاء ونخلي هكذا فوق النار حتان هذك الجاج يدخلو الطياب في ذيك الاثناء كذلك حضرت للصهراء تاقتو سيدخو لكن مكثنيش الوقت باش نزيد نصورها هي كذلك ان شاء الله في فيديوهات اخرى رايح نصور لكم طريقة كيفاش نديره لتاقتو سيدخو بطريقة صحية واش نقول لكم رجبتهم رائعة جدا ما هي حلوة ما هي قارصة قيس قيس كي وجدت لا تاقت نحية هذكوتي خليتها تبرد ورايح نكمل الاروز اديالي انا استعملت البسماتي لكن تقدروا تستعملوا كل انواع الاروز الاخرى بنفس الطريقة بشرط انه يكون روز مفور سوات على الباكي سوات على الميزان المهم انه يكون مفور واش ندير لهذا الروز نغسله ثلث مرات ولا اربعة في كل مرة نرمي هذك الماء على خاطر هذك النشاء اللي فيه هو اللي يتسبب في الالتساق في اخر مرحلة رايح نكي نشللو ونشوف باللي تقريب ان المتاعو هذك ولا صافي نحطو في صفايا ونخليه يقطر خلاص وجدت عشاية على البكيري دركة واش رايح ندير ما نخلطش الروز دركة باش كي يلحقو ضياف اللي نعاود نكمل الباقي ويلقاوه سخون رايح نطفي النار على الجاج نخلي الروز هذك ما نخلطوش البكبوكة كذلك طفيت عليها مز تلهاش الزيتون نخلي حتى الاخر لحظة رايح الزوجونس نروح نتهله شوية في الدار الحمدول الله ليصال دوبان نقايا على خاطر نتبع ديما هذك الروتين الليلي قبل ما نرقو دلي نمسحهم سوف يدرك اخصتهم غير مسحاف في الارض ونرجع لهم لطبي اديا ولهم كذلك نروح للصالون نقايا على بالكم الاطفال قد ما تسقمي معاهم ما تلاحقيش نجوز الاسبيراتور نمسح شوية غبرة اذا كانت انا عندي طبيعة البنات يما كتكون جاية لعندي كيشغل راهي جاية عجوزتي كيشغل راهي جاية اي ضيفة واحد اخرى ما عنديش الفرق في الضياف بالصح يما نزيد لها زيادة تاعة تنظيفة باش نحسسها باللي بنتها راهي قادرة على شقاها لازم الامهات يحسوا باللي رانا قادرين باش يرتاحوا وفي نفس الوقت زيت استعفيد شوية على خاطر كفاني الوقت وتفرجت شوية قناة ام صعب للأكل الصحي ناخذ منها بعض الافكار باش نخدم خاصة للحلويات البنات تخدم حلويات رائعة ام صعب خوذوا منها الافكار وطبقوا بالمكونات الموجودين عندكم كي يلحق وقت العشاضية في خلاص راهم جاوا خليتهم في الصالون تهليت فيهم حطيت لهم الفاكية معا هذيك لا تغطوا سيتخون باش ايجوز شوية الوقت ورحت لهذاك الجاج عاوت شعلت لهاديك لا صوص باش سخنت لي خلق على خاطر عفو نلقيتها بردت لحت الروز غطيت ولحتو في الفرن هذ المرة بالنسبة للدجاج صفيتو وراهو طايب باش نديرلو هذيك تحميرة الشابة من الفوقة ندير كوركم فلفل عكري شوية كمون اذا حبيتو شوية فلفل لكحل زيت زيتون مع بعضهم هكدا ونحط فوق هذوك القطاع تعد دجاج ونحكهم بالأيدي من بعد نحط هذ الصينية داخل الفرن بلا ما نغطيها على خطر الهدف انه ياخذوا هذيك التحميرة الشابة من الفوق حتى هذيك البكبوكة كما شفتو كنت طفيت عليها بردت صفية وتسخنتها ورايحة نزيد لها زيتونة لبنات ما تقولوا ليش البكبوكة تجيب الحمص انتيري عليكم شفتو في العنوان كتبت باللي دوارة بالزيتون كنت قادرة نكتب دوارة بالحمص هذي طريقة اخرى ماشي طريقة البكبوكة العادية فهمتوني باش نعطيها هذك اللون الشباب ناخذ شوية فلفل عكري مع شوية كروية باش تزيد لها في الرائحة مع شوية زيت زيتون كما را كنت شوفو ونخلطهم لها بعد ما حطيت لها الزيتون هذك اللي طبعا غسلتو من الملح عدة مرات شوفو البنات غير اللي بذا نخلط فيها رح يطلع فيها واحد اللون الشباب شباب 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 نرجحها على النار ونخليها حوالي عشر دقائق اربع ساعة سيبون البكبوكة راهي واجدها خصتها غير رشة من المعدنوس وحشيش مقطف عند التقديم كذلك بالنسبة لهذاك الروز بعد ما نجبدو من الفرن نلقى باللي تشكلوا فيه هذا الثقوب من الفوقها وهذوك الخضر بون البنات أنا درت غير زرودية بسح قادرين نديرو مثلا نلوبيا خضرة ولا الجلبانة نلقى كامل هذوك الخضر طلعو من الفوقها نحركهم هكدايا باش يعودوا يهبطو من تحتا ونغطيه كيفاش نعرف باللي الروز ديالي يطع بالبنات ناخد هكدايا حبة ولا اثنين بالاسبع ديالي ونحطهم فوق سطح صلب نعب الزمليح اذا كان اختفت هذيك الحبة تعال الروز يعني تكرازات تماما الروز ديالي سيبوره طيب اذا كان لقيته تحول الى حبيبات صغار كشغل كوسكوسي ما زال ما طابش نقدر نزيدله شوية ما نخلطه مليحة نعود نغطي عليه ونرجعه للفرن وراح يكمل طياب اديالي كانوا هذو صفاتي الصحية لنهار اليوم باذن الله في فيديو اخر رايحة نقدم لكم لا تغطسي فخون شوفوا بعد ما تقطعت كيفاش خرجت ما شاء الله وبالنسبة للشربة نخلي لكم رابط انتحى في صندوق الوصف على خطر حذرتها من قبل بطريقة صحية اشتركوا في القناة